مع التغيرات والتحديات الاقتصادية اللي بيشهدها العالم أكيد رح نشوف شو اللي عم بصير في العالم من تغيرات اقتصادية فاسمحولنا نرحب بالدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بحضراتك وكل السيدة مشاهدين الكرام يا أهلا فيك دكتور شو اللي عم بصير في العالم من تغيرات اقتصادية وتحديات ليه مرة واحدة ظهرت التحديات الاقتصادية خلينا نقول طبعاً إن العالم للأسف الشديد تعرض لصدمتين اقتصاديتين يمكن هما الأصعب على مدار يمكن أخطر من عقد كامل عقود كاملة يمكن شفنا للأسف الشديد إن العالم لم يتعافى بشكل كامل جداً من تدعيات جائحة كورونا ولكن اصطدم بالأزمة الحالية الأزمة الروسية الأوكرانية للأسف الشديد الوضع إحنا شايفين إن الخسائر ممتدة لكافة الاقتصادات سواء كانت اقتصادات متقدمة أو حتى اقتصادات نشئة شايفين إن التأسيرات السلبية على كافة المواطنين تقييمة للوضع الاقتصادي العالمي هل هو هش لهذه الدرجة التي لا يمكنه بالتالي التعامل مع مثل هكذا أزمات سواء كانت صحية أو على مستوى حروب دائماً كان في مفهوم العولمة الاقتصادية فكرة الاعتماد المتبادل ما بين الدول زيما كان للعولمة الاقتصادية إيجابيات لكن أيضاً كان لها سلبياتها من ضمن السلبيات ديت إن جعلت الاقتصاد العالمي في أوقات كثيرة جداً في مواجهة الصدمات أصبح حش لأن سرعة انتقال الأزمات مع العولمة الاقتصادية أمر غاية فيه السرعة وده اللي إحنا بقينا بنشوفه إزاي إن مع الأزمة الخاصة به الرهنة عقار الأزمة المالية العالمية إزاي إن كان فيه سرعة جبيرة جداً فيه انتقال هذه الأزمة الاقتصادية العالمية شوفنا على مستوى الحرب التجارية ما بين الصين والمتحدة الأمريكية إزاي إن هي أثرت على الاقتصاد العالمي إزاي إن إحنا شوفنا مع تدعيات جائحة كورونا والأزمة الحالية فيه سرعة كبيرة جداً فيه انتقال الأزمات والتأثيرات السلبية إزاي إن هي بتنتد بشكل سريع وبشكل كبير جداً فزي ما كان للعولمة الاقتصادية إيجابياتها في زيادة معادلات التنافسية والتبادل التجاري الدولي لكن أيضاً من ضمن السلبيات هو سرعة انتقال الأزمات والصدمة ترجمة نانسي قنقر